اشتركوا في القناة مرسي واهلا وسهلا فيكم كيفك اليوم الصباح المميز خاصة يوم الاحد يعني الاغلبية بيكون عندهم ويشاركوا بالدسات بس احنا حبينا احد مبارك على الجميع احنا حبينا نستضيفك هذا اليوم نهار المبارك يوم الاحد كمان حتى الاستغلال تام احنا خلال الفترة الماضية في الحلقات اللي حكينا فيها عن مسيرة حياة ابو نابولس لكن حبينا كمان انه نستزيد من افكارك وايضا معرفتك وتعليمك وخبراتك في الحياة الرعوية والحياة الكهنوتية وايضا خبراتك ايضا في العطائك خاصة انك انت كمان كاتب عدة كتب شناش نقول عدة لما نقول عدة يعني عشرة لا مئات يعني بديش انا بعرفش الرقم بالظبط لا يا ابونا ما يفوق المية ما يفوق المية يعني يعطيك العافية هذا مشهود كتير كتير كبير فأبونا احنا اليوم حبينا نستضيفك في حلقة خاصة نحكي فيها عن الألم يعني القداسة انه كيف المتألم او هالألم ضروري في حياة المؤمن حتى يوصل لمرحلة القداسة خاصة انه نسمع كتير في قديسين تم تطويبهم واعلان قداستهم بالفترة الماضية فموضوع الألم حبينا انه هيك نعطي فكرة بحياة المؤمن الألم هل دور دوره هل هو شرط هل الانسان المؤمن تيوصل للملكوت في النهاية لازم يتألم فرح أعطيك المجال انك تحكي لنا عن الألم تاريخيا على مر التاريخ نعم فتفضل أبونا نحن انطلاءا من الانجيل المسيح لما أراد انه يعلم بلش من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني نعم وعلى هالأسيس كان الهدف الأول والأسيسي بالنسبة للي بيتبع المسيح أن يقتدي بها نعم والاقتداء بالمسيح حتى الموت على الصليب كما المسيح مات على الصليب فكان الهدف الأول والأساسي أن يموت شهيدا على مثال المسيح نحن بنعرف في القرون السلاسة الأولى حتى بعدين وبعدنا لغاية اليوم الشهيدة هي بعد لغاية اليوم مستمرة وحتى الكنيسة اليوم منى بحيجة لأن تلاقي أعجوبة معينة لشهيد لأعلان الطباوي نعم هالشي بيطلب أن يكون فيه أعجوبة للأديسة نعم لأعلان التأديس إنما كطباوي كان بعد اليوم لما بيشوفوا بطولة فضاء هالشخص اللي مات في ده المسيح بتعلنوا طباوي نعم في القرون السلاسة الأولى كانت الناس تركض المؤمنين كانوا يركضوا للموت بكل روح من فتحة نعم وقلال اللي كانوا يجحدوا إيمانهم طي خلصوا حياتهم بالعكس كانوا يلاقوا هيدا مجد وفخر واكتار من الناس يعني لما يكونوا مزجونين قبل بيوم من ما يعدموهم نعم كانوا يعيشوا لحظات من السعادة لا توصف إن كان من خلال هالصلاوات يلي كانوا يقوموا فيها أو حتى الصوم كانوا يمتنعوا عن الأكل استعدادا للقاء الحبيب الأسمى يسوع المسيح وكانوا يعتبروا هالشهادة حقيقة هي مدخل مباشر للأديسة يعني كما المسيح تألم وعبر إلى الحياة الأبدية كما نحن البشر كما نحن المؤمنين بيسوع بواسطة الألم نعبر مباشرة إلى الحياة الأبدية اللي نحن منسميها الأديسة نعم فإذن الألم مع القديسة مرتبطين مع بعضهم كان من انطلاءة الكنيسة نعم هلأني لما شاف هالشعب المؤمن أنه ما عد في إضطهاد أو خف كتير الإضطهاد من بعد ما أعلن الإمبراطور قسطنطين الدولة هي مسيحية أو أعطى الحرية أساساً بالأديدو ميلان أعطى الحرية للإنسان أن يعيش مسيحيته وأعلن أن الأمبراطورية هي مسيحية ساعتها سوف يفتشوا على طريقة تانية لا يعيشوا الأديسة وهون ما في أحسن من الألم نعم فكانوا يختاروا التنسك العيش في البرارة مع منطانوس الكبير وصار في عدة مدارس مثلاً منطانوس الكبير بمصر منشوف فريعقوب بالعراق منشوف مرمرون بمنطقة سوريا الكبرى اللي بتضم الأردن بتضم لبنان بتضم قصة من فلسطين فإذن هالمناطق صارت كودر فيها أشخاص عم بعيشوا الألم بطريقة جديدة لبلوغ الأديسة نعم المدرسة السورية مع مارون الناسك وكذلك الأمر بالنسبة للمدرسة العراقية مع يقوب السروجي اللي نسميها نحنا بلاد ما بين النهرين نعم فهالمناطق صاروا يعيشوا الألم بطريقة جديدة واللي هي الأم حق الكل التخلي عن كل شيء إلا الله وصار في عموديين صار في اللي قاعدين يقعدوا بالشجر يلي عيشين في العراق كل واحد يختار طريقة اللي هوي اللي قاية من نسبة إنما كلها كانت مبنية على الألم يعني أنا إذا ما تقلمت لا أصل إلى القديسة نعم وطالما هالشهيدة وقفت صار عندي شهيدة من نوع آخر هي شهيدة الحيات يلي بتستمر كل الحيات أنا مستعد أعزب زيتي أجلد زيتي أقهر زيتي تقوصل للأديسة وكان هيدا التفكير للسائد في القرون من بعد القرون الثلاثة الأولى وبعدها حتى نهاية القرن التاسع عشر جان بعض في أشخاص نحنا بس منشوف مثلا خوري أرس جاماري فياني اللي طلع أديس وأديس كتير كبير كان يوميا يجلد حاله وهيدا مات بالألف وتمانمية وتسعين تقريبا قبل شوي فعلى هالأسيس منشوف أنه حتى للقرن التاسع عشر كان بعد هم الناس المؤمنين أنه يتقلموا مع المسيح طي يصابوا للأديسة نعم وكانوا دايما كلما يتقلموا كلما يحسوا حالهم خاطئين زيادة وهيدا اللي كان يخليهم بعد زيادة يعيشوا التقشف يعيشوا الامحاء يعيشوا التخلي زيادة وزيادة ويعيشوا الخدمة الرسولية كمان حسب مثلا نرجع لأخوري أرس لأنه هالإنسان يلي كرس وقته يقعد ساعات وساعات تبرق حتى 18 ساعة بكرسي الاعتراف نعم هلأني إذا عادنا نحن ساعة من حس حلنا رح نختنا نعم كيف يوميا عم بيقضة 18 ساعة بكرسي الاعتراف نعم أو إذا بنرجع مثلا لمنصور دوبول قبله لهو معه نفتحت الرهبانات النيسائية تنطلق إلى الرسالة كانت الرهبات منغلقات حبيسات داخل أديارتهم فمع مرمنصور دوبول انطلقت لخدمة الفقراء بشكل خاص لإسعيف اليتامة واللقطاء مثلا هو دي مع مرمنصور دوبول فإذا بكل عهد فيه انتقال من مرحلة لمرحلة ودايما كان الألم هو الأساس نعم لبلوغ القديسة هلأ أني صرنا بعصر مع البابا ويت مؤخرا صاروا عم يحكوا عن شي جديد لهو أنه الواحد بيقدر يكون عم يعيش حياته بكل بساطة مع هالصلاوات اللي عم بيقوم فيها مع أعمال الرحمة اللي عم بيقوم فيها نعم يبلغ إلى القديسة دون المرور بالألم مع أنه الألم موجود مع كل إنسان ما حدا إلا ما بيجعو راسه ما حدا إلا ما بيتقلم ما حدا ما بيعمل عملية ما حدا إلا ما يمكن هلأ نية حواد السير أو موت عنده نعم كل هذي ألم تمر نعم إدا الإنسان هو عم بيخلي هالألم نعم يجعلها مشاركة مع ألم المسيح نعم بتكون هي مصدر خلاص بس فعليا أنا مثلا تنحسب الطوباوي اللي طوب مؤخرا كارلو أكوتيس مثلا بآخر شهرين من حياته عيش الكنسير بكنسير دم نعم لوكيميا لوكيميا هلأ هالمرض ما كان كتير كبير نعم لأنه يقول أنه أنا تألمت فبلغت القديسة نعم بوقت أنه بتلاحظي كل حياته من أول معمل لأول أربينة يشارك يوميا بالزبيحة الإلهية نعم ودايما كان يردد ويقول الإفخارستية هي طريق إلى الملكوت نعم وكان همه كتير كبير أنه يجمع أكبر عدد ممكن من العجيب حول الكربين نعم هالكربين يلي كان حقيقة بيعتبر حيله أنه هو مندمج بهالأربين كل مرة بيتناول فيه نعم حتى صار يسوع هو لولا بحياته صار هو همه الأول والأخير بوقت أنه كان عيش مثله مثل غيره يلعب في فوتبول ويتسلم على رفقاته ويأكل ويشرب ويعيش الفرح نعم فما تألم بمعنى الألم بس الشهادة اللي قام فيها واللي عيشها واللي اختبرها يوميا مع ربنا وصلته للأديسة نعم فإذا على هالأسيس نحن منشوف مثلا أنه أشخاص كتار حتى بداية القرن العشرين كانوا يقولوا الألم ضروري لبلوغ القديسة نعم وكانوا يشتغلوا على هالأسيس هلأني في البعض منهم عفوا في البعض منهم بيقولوا أنه بعدوا لغيت اليوم الألم ضروري ويتألمون بعدهم عم بعيشوا مثلا في كتير أشخاص عم بعيشوا الألم عم بعيشوا النسك نحنا بلبنان عنا أربع خمس نسك وهالشي هو غنى وخاصة إذا عم نحكي ككنيسة مارونية بالنسبة لألنا نحنا منقول أنه كيية كنيسة رهبنية نسكية نعم وبالتالي بعدها وبتبقى تستند على هالنسك للانطلاق ونحنا طول عمرنا منقول دماء الشهداء هي ثمار الكنيسة حالا أي أنه نحنا بقدر ما نحنا منستشهد نعم نكون عم نقدي شهده لبلوغ أشخاص كتار للإيمان بيسوع المسيح نعم فإذن من ناحية لا يكفي أنا أن أتألم لأن أبلغ القداسة بل بأليمي أنا أدعو الآخرين أن يقتدوا بي أن أكون مسيحيا نعم وبالتالي إذا بدك مش ضروري تكون حتى اليوم هالفكرة السيدة مش ضروري تكون أنا مسيحي إنما على الأليلة عيش أنا المقومات الإنسانية بجدارة ممكن تكون توديني للأديسة بمعنى آخر يعني هلأ أني في أشخاص كتار مثلاً غاندي رجل السلام بإمتياز ما كان مسيحي واللي بيتهم المسيحيين إنه لو كنت أنا لو هالمسيحيين عم يشهدوا لمسيحيتهم كنت أنا صرت مسيحي نعم كنت أول واحد صرت مسيحي فإذا هالشهيدة ناقصة من قبل المسيحيين ما عم بتكون شهيدة صالحة للآخرين تيقتدوا فينا صح وبالرغم من هالشي أنا أرى فيه رجل الله وطالما هو خالقه وعيش هالمبادئ بأسمى معانيها شو اللي بيمنع ما يكون الديس نعم بس لأنه دينه غير ديني ما فيني أنا أعلنه الديس نعم وبالتالي يمكن يكون الديس أكتر من أكتار من المسيحيين نعم أبونا أنا بعتقد أنه نحن بطبيعتنا ربنا خلقنا نكون قديسين كل مدعو لأنه يكون قديس أو مشروع قديس الجميع مدعوين حسب كل واحد حسب حياته حسب ما كيف بيعيش حياته حسب التعليم اللي أخده البيئة المعاشية المنطقة اللي عم بيعيشها أحيانا البيئة ما بتساعد وأحيانا البيئة بتساعد مثلا إحنا كتير مثلا منشوف بلبنان كتير في عدد كتير كبير من القديسين طلعوا من لبنان لأنه لبنان كبيئة كانت حاضنة لهذون القديسين اللي عاشوا في هاي البيئة وكان هذا الشي يساعدهم نعم لكن في بعض الأماكن بتكون البيئة غير مناسبة أو ما بتساعد أنه الإنسان يمارس حياته بطبيعية أو إيمانه بشكل طبيعي فهل هاي الجزئية ممكن تأثر على أنه كن إنسان قديس لما بيتعمد الإنسان هو دخل بمشروع الأديسة نعم خلينا نرجع لهالطباوي الجديد كارلو إنسان أهله كنوا عايشين على هاي مش حياتهم المسيحية نعم وما بتعني لهم أبدا الحياة المسيحية لبل يمكن يعتبران ملحدان يمكن نعم هنه هو ردهم فإذا إذا عم نحكي بيئة هو يطلع من هالبيئة اللي عايش فيها وقدر يوصل هو يكون الديس طوباوي نعم ويجعل أهله كمان يتوبوا ويرجعوا يعيشوا حياتهم المسيحية متل ما لازم نعم وفي أعظم من شهدة أمه تقول أنه أنا كنت بطمح أنه شوف ابني عم يتجوز ابني اللامع بحياته المهنية بس هلأ أني عندي صار هم أكبر أني أنا روح قول رايحة قدس أنا بكنيسة ابني مبنية على اسمه البقى هاي أهم بكتير نعم أو أنه يعني هدا بيعطيها العزاء بيعطيها العزاء أنها فقدت ابنها لرسالة أسمى أنه يكون شفيع لبعض الأشخاص بعدين شو هم شو هم الإنسان إن ميت شب أو عجوز طالما الهدف الأول والأخير هو الأديسة وطالما قدر يصال هالشاب بفترة زمنية كتير صغيرة منه بالأمر الهين نعم يبلغ هل هلأ هلأديسة أبونا يعني السورية على المقاطعة ممكن ممكن يعني إذا في ناس عم بيتفكر على منحة تاني من الموضوع يعني ومشي مع الأم كان ممكن هذا الشاب إذا بدايت حياته بهذه القداسة ممكن هذا الشاب كان كبر صار خوري صار واعز صار يوعز ويبشر بناس تانين يعني إذا كانت عنده هاي الموهب إنه هو كمان فيه روح الله هذا الشاب بس الخطف الموت عن طريق المرض مرض اللوكيميا وأنهى حياته فهلأ من خلال أوكي حياته مع الأهل أثر فيهم ممكن أصدقاء المقربين أثر فيهم بس كان ممكن تأثيره يكون أكبر يعني هذا منطق البشر إنه كان ممكن لو عاش كان ممكن يكون تأثيره أكتر فالألم اللي عاشه كارلو وأعطاه أعطاه لك إنسان مؤمن هو ولد مثل ما سمعت بقصة حياة ولد في بريطانيا وعاش في إيطاليا يعني توفى وافتفنوا في إيطاليا فهو كان كمان كتير متعلق في الإنترنت حتى أعلنوا شفيع الإنترنت نعم وكان فيه له مقولة حتى أخذها قداسة البابا في واحدة من الوعظات اللي قالها إنه كلنا نولد نسخ أصلية يعني استعمل المنطق تبع الإنترنت الدارج لأيامات هاي والتكنولوجيا كلنا نحن ولدنا نسخ أصلية فبعض الأشخاص بعيشوا كنسخ مقلدة يعني فهو إنه كون نسخة أصلية ما تكونش نسخة copy paste في النهاية مقلدة عن الآخرين ف هل عشان هيك أنا سألتك إنه البيئة المحفزة لمشروع القداسة بتأثر لأنه دايما عم نسمع كل القديسين عم يعني عم بتكون في مناطق مهيئة بتلاقي الكنائس عددها أكبر الناس المؤمنة عددها أكبر الدولة دينها بيكون نفس دين الإنسان فدول أخرى مع أنه طلعتنا إحنا من فلسطين برضو الأراضي المقدسة يطلع لها قديستين اللي هي ماري ألفونسين وماريام الصليب فشو دور البيئة يعني في ناس كتير بتقول لك أنا بدي عيش القداسة بس إحنا عايشين في بيئة ما بتسمح لنا خلينا نرجع لقبل قلت لو كان بعد وطيب نعم ولني عمره 30 سنة هدا زؤال يعني ناس وردت وعمل خوري هلأني ومسل المرعية نعم هلأني بيئة تاليا في عالقليلة خمسة لاف كاهم تعرفي حدا منهم صح بوقت بس أعلنته باوي كل العالم حكيت فيه ويمكن خاصة لأنه ما تشاب واللي هدف الأساسي بتصور أنا لأعلان تطويبه هو دعوة للشباب إنه ما في شي بيمنعهم إنه هن يكونوا كمان قديسين وبالتالي ها أعظم شاهدة عم بيقوم فيها من بعد ما مات نحنا منتطلع مثلا بمرشاربل نحنا هالقديس اللي عنا بلبنان لما كان عيش كان مختفة كان منزوة نعم كان منارة محطوطة بعلبة من بعد ما مات منفتحت عالعلبة وبين نوره وله السبب لما منقول أنه ما من منارة تنوضع تحت المكييل بل على ما من سراج تنوضع تحت المكييل بل على منارة على هالأسيس نحنا منشوف هالسراج هو مرشاربل هو الأخصط فين لو في كتير رهبين في اليوم في أربعمائة رهب بالرهبن اللبنانية المارونية عدة من أول ما تكونت من 300 سنة لغاية اليوم 325 سنة لغاية اليوم كم راهب صار فيه مين استمع فيهم مين بعده إله تأثير بوقت مرشاربل إله مية وعشرين سنة مية واثنين وعشرين سنة من تقل عند ربنا بعده يوميا ربنا بيعمل عجيب من خلاله نعم وبالتالي بعده عم بيأدي دوره أكتر من غيره أكتر من غيره نعم فهالأداسي يلي عيشها بحياته من خلال بالنسبة له من خلال الألم لا لأنه كان ناسك وبالتالي كان يتحمل البرد بيبي أعلى من أعلى القمم بلبنان كان عيش بعنايا فأأأ يتحمل البرد يتحمل وجع المعدي يتحمل المصايب اللي كانتوا أعلى راسه من من كل ما تتصور إنسان قدر يعيش وحده وخاصة نحن بنعرف كتير منيح أنه الإنسان هو إنسان نعم هو كائن اجتماعي وبالتالي بده حدا يكون عيش معه بوقت أنه هو لما كان راهب لما كان متنسك كان فيه راهب معه بس كان عيش الصمت الكلي وبالتالي كل واحد عيش لوحده تقريبا بس بيجتمعوا وقت الأكل كانوا يطلعون الأكل بيأكلوا مع بعضهم وما بيحكوا طول عمرنا بنعرف نحنا أنه وقت الأكل ما فيش حكاة نعم هاي بالنسبة للكهني والرهبين لما بيكونوا عم يأكلوا فهدا كمان بحد ذاته مجال للدخول أكتر بها العلاقة مع الله حلو وعلى هالأسيس نحنا منشوف أنه كتير مهم بالنسبة لألنا نعرف ننتقل من وضع الألم لوضع الحياة يسوع يدعونا أن نعيش مسيحيين لنكون قدسين شو هي الطريقة في عدة طرق بين هذه الطرق الألم فإذا معيد الألم هو الطريق الوحيد لبلوغ القديسة نعم إنما صار طريق بين طرق متعددة نبلغ من خلالها القديسة يمكن أن أعيش البساطة بحياتي نتطلع بدومينيك سافيو كان عيش البساطة إلى أقصى درجة لما مرة بيسأله دون بوسكو بيقول بيسأل قدام الشباب كلهم لو إجا هلأ أني الموت ياخدنا شو بتعامله فكان جواب دون بوسكو قال له كمل لعب الطابة لأن أنا دايماً مستعد وهذا يلي نحنا عم نطلبه اليوم إنه نكون دايماً مستعدين مش ضروري بالألم يمكن أنا بصلواتي اليومية المتواترة بمحبتي للآخرين بعلاقتي البسيطة مع الآخرين بدون تعقيد لما بهرب من كل سبب الخطيئة مثل ما منقول بفعل الاعتراف فإذا نحنا قدرين نكون قدسين ببساطتنا بمحبتنا بخدمتنا بإنفتاحنا ومش ضروري نكون عم نتقلم حالا حالا الجواب الثاني هو البيئة أنت البيئة نرجع لقصة البيئة البيئة كتير ضرورية لبلوغ الأديسة بس هالبيئة نتطلع به الأخ أستفين أبونا نعم طلع نعم الأديسة نعم طلع بيقلك أنا عيش بين رهبين يمكن همون الدنيا وهمون كيف الدون يعيشوا ويكونوا مرتحين فقيل الشاطر هو يلي بيخلص نفسه نعم وأنا عم ركز كتير على الأديسين الموارنة يمكن لأن شاغل فيهم أو شاغل بحياتهم أري عنهم أكتر من غيرهم بوقت ذكرت بعض الأديسين اللاتين بس مثلا نحن لأن عنا أمثلة حية بلبنان ومتنوعة نعم فمن خلالها قدرين شوي نكتشف أنه لما بيقلك أنه الشاطر هو اللي بيخلص نفسه نعم أنا بالرغم من هالبيقل الرهبنية اللي أنا عيش فيها واللي أحيانا يمكن ما تكون صالحة لبزور دعوة أنا قدرت أطلع منها وطلع الديس نعم وقدرت أنا كون بالرغم من المرشار بلتنسكت نعم ولا هربت لرهبنة تانية يمكن ارتاح فيها أكتر نعم أنا بقلب الرهبنة وسط جميع من الرهبين يمكن همهم أكتر أنهم يكونوا مرتاحين بوضعهم داخل الرهبنة لأن كان بوقتهم حالة الفقر مسيطرة كانت على المجتمع اللبناني فيلي بيفوت على الرهبنة كل شيء مأمن له نعم فيمكن في البعض منهم كانوا فاتوا على الرهبنة تيأمنوا هني مستقبل كمعيشي ما يموتوا جوع ما يموتوا فقر ما يموتوا أهر ف بالنسبة لقلو هو فات على الرهبنة تيكون قديس وقدر يكون قديس في أشخاص كثير بتاريخ الكنيسة حولت الكنيسة تاخدون مثال قدام المجتمع الحالي وسط البيئة يلي هن كانوا عايشين فيها قدروا يوصالوا يكونوا أدسين نحن بس إذا بنحكي عن القديسة جنة يلي هي كمان إيطالية واللي هي عندها كان أولاد وإذ كانت حبلي يكتشف إنه مع سرطان وكان الحل الوحيد إما أن تجهد تتعيش أو إنه يعيش الولد وهي تموت وهذا اللي صار فضلت إنه يعيش الولد وهي تموت فأدسة البابا يوحن أبو لس تاني وقتها أعلن أدسة واللي هادي وسط بيئة عادية هي كانت حكيمة وهي عرفة وين واصلة كان دكتور طبيبي وبالتالي قيلت إنه أنا قدر أعطي حيات لاش بدي أحرمها من هالحيات أنا عاشت حياتي يمكن وأنا مستعد إنه ضحي بحياتي كرميل هال الجنين اللي هو لو ما ربنا بده يكون بأحشائ من الأساس ما كان أوجده وبالتالي لازم أنا كون عم حافظ علىه مش أنا عم بقضي علىه وهدي كانت مثلا دعوة صارخة للأشخاص يلي بيمروا بمرحلة من الحبل إن كان طبيعي ولا غير طبيعي إن كان بحيات زوجية أو خارج الزواج إنه يتطلعوا أبعد لا ربنا أراد أن يكون في جنين بالرغم من حالة اختصاب من حالة لزة أطعت بحياة إنسانة فممكن من خلالها وهي اللي كان هدف أديسة البابا ودايما الكنيسة بتطلع إلى أشخاص مثل ما تطلعت بكارلو إنه هالشاب يلي عمره خمسة عشر سنة يصال للأديسة بأبسط الأمور نعم فكيف هالأم كمان تصال للأديسة وهون كانت أفزة نوعية نحن بالنسبة لإلنا منتطلع منشوف أنه ليل العلمانيين يلي هن أديسين نعم يمكن يعلن لويس تاسع ملك فرنسا أعلن أديس لأنه ملك أو الملك المجرية اللي صابت لأنه ملكي نعم أعلنت أديسة كانوا يختاروا أشخاص بيرزين لإعلانهم أديسين بس كانت الشريحة الأكبر من الرهبين والرهبات نعم فقال أديسة البابا وبلش مع أديسة نعم البابا يوحن أبولو ستيني أنه لا ما منتطلع بأشخاص علمينيين نعم قدروا يكونوا أديسين نعم إن كانوا عيشوا الألم ولا ما عيشوا الألم نعم قدروا يكونوا أديسين نعم وهل الأمثلة يلي عم يختارون تيكونوا أديسين فعلا هي مثل وخزة ضمير لأشخاص كتار نعم هالأدوات بطريقة سليمة لبلوغ الأديسة وكان هالمثل الصارخ كارلو أكوتيس يكون فعلا هالمثل قديم الشبيبي شبيبة اليوم حتى قديم الكبار وقديم كل واحد بيقعد على الكمبيوتر ويقعد على الانترنت قدر حقيقة كل واحد مننا يتطلع بهالأديس اللي هو صغير وقدر بفترة زمنية كتير صغيرة مع استعماله لهالوسيل التواصل الاجتماعي أو حتى الانترنت لا بلوغ ليوصل رسالة الله إلى أكبر عدد ممكن من خلال هالأعجيب يلي ربنا إقيمة بزيته بالإفخارستية واللي من خلاله قدري يوصل رسالة كتير كبيرة إنه ربنا موجود وموجود حقا بالإفخارستية وأنا من خلال هالإفخارستية أنا رح أطلع بديركت بأسانسور بميصعد إذا بدك أو ببترين سريع تجي في تأصل من خلاله إلى السماء وهذا اللي صار أنه خلال فترة زمانية كتير صغيرة أقل من عمره قدر يكون توباوي وإن شاء الله قريباً بيصير ديس كمان للعنم كله نعم أبونا بدنا نحن نحيي هلا اللي عنا على المباشر والأشخاص اللي بعتوا لنا صباحاتهم صباح الخير في سستر سيسيل الحجازين من رهبات الوردية بتصبح عليك صباح الخير أبونا أنطوان صباح جميع المستمعين أحد مبارك على الجميع تحت حماية سيدة فلسطين اللي منحتفل فيها اليوم يوم عيد ميلان يوم عيدها نعم جمع المدنات بيصبح عليك أيضاً وعيدة إبراهيم السوس أحد مبارك مهاء في ساعة صباحكم وصباحك ست مهاء عبد الله موسى قاقيش منجور أبونا أنطوان الله معك وهيفا بنت حيسى قمو الله معكم وسناء اللوح تحمس يسعد أوقاتكم وربنا يبارككم ويبارك خدمتكم وأيضاً اللي بيحب أنه يتصل ويتواصل معنا على رقم التليفون اللي رح الشباب هلا ينزلوه على على الشاشة فنستنى ريمون وريمون إيش ما منه نعمل نواصل ونواصل الرقم هي موجود على الشاشة 06-58-33-773 لا أي اتصال بتحبوا توجهوا فيه سؤال لأبونا أنطوان بيهي بموضوع الأمل الألم والقداسة الألم والقداسة عدنا إليكم عزائنا ومتابعين على صفحة نورستاد جوردان للحديث عن الموضوع مرة أخرى بأذكر بعنوانه الألم والطريق للقداسة كيف بقدر المؤمن أنه يوصل للقداسة بوجود الألم هلا أنا كانت الفكرة القداسة والألم أنه هل ضروري الألم في حياة المؤمن تيوصل للقداسة ومعنا أول اتصال من حب ناخده طبعا أكيد يا ريمون من حب ناخده ألو ألو صباح الخير ولا مساء الخير إيه سعد صباحك سيد أنجيل صديقة مساء الخير لأبونا أنطوان وأهلا وسهلا في الأردن أهلا وسهلا فيكي أهلا أنجيل صوالحة هي كمان من المتابعين وأصدقاء النورسات وأكيد بتحب تسألك يا أبونا عن موضوع القداسة والألم فضلي أنا المزبوط دكتورة وأنا على الخط وعن بتصل أنت حكيت كلمة عن الألم هل ضروري أنا هذا هو سؤالي بجي أسأل الأب أنطوان المحترم أنه هل ضروري كل إنسان بدي يوصل للقداسة لازم يمر بالألم يعني ما بيصير قداسة بدون ألم لأنه أول ما بدي حديث الأب أنطوان قال أنه أساس السيد المسيح قال من يتبعني يحب الصليب هو يمشي نعم فهل الصليب بقصد فيه صليب الألم في حياتنا نعم وهل ضرورة حتمية يعني نعم أنا هذا الحب أستفسر من أبونا شكرا لكم الله يساعدك يا رب وفعلا أبونا يعني فيه ناس كثير بتقولك أنا ما بدي أمر بالألم ما بدي أمر بالمرض وما بدي أمر بالموت لكن أنا عايش حياتي بهدو وسلام وأمن لا بأزي حدا ولا بغلط على حدا أنا عايش في بيتي مع أولادي بصلي وبصوم وبتصدق وهذا لكن أنا لا أريد الألم عشان أصير قديس أو قديسة فهو هذا سؤال كتير كتير نطرح أمامنا وكتير كتير ناس سألوني يا يعني كوني أني أنا بالإعلام ونرسات وبعرف كتير بالكهنة والمتطلعة زي ما بقولوا أن تديب بالعمق في موضوع الإيمان والدين فقولوا لي ضروري نتألم ضروري أمرض بكانسر ضروري ابني يموت بحادث سير ضروري يعني ابني يعني أفقد شي عزيز علي علشان أعيش هذا الألم علشان أنا أظلني أقول أنه هذا الألم لمجد ربنا أنا ما بقدر أني أشهد لأ الله يعني أكون أنه كل أعمالي لمجد ربنا أين البطولة في إيماني تأوصل للشهادة لأنه في أبونا فواضلة كان يحكي أنه تتوصل للقداسة لازم يكون في بطولة إن ما كان بالدين لا ترفع لمجد ربنا فأين البطولة في إني أكون أو شهادة لإعلاني قديس أو قديس أنا أكون قديس خلينا أول شي نرجع هل الألم ضروري تمام بحسب الإنجيل الألم ضروري نحن بس نتطلع لما إجا يعقوب يحنى اللي هني ولي دخيلتوا ليسوع إجوا لعند يسوع جايبين أمهم معهم سلومة يسألوا يسوع أن يجلس أحدهما عن يمينه والآخر من عن يساره نعم شو كان جواب يسوع أتستطيعاني أن تشربها الكأسة التي أشربها أنا وأن تستبغا بالمعمودية التي أعتمد بها أنا وأصد فيها الألم نعم أو الصليب والصليب لما نحكي هذا صليبه للإنسان يعني هالألم اللي أريد أن يمر فيها نعم الألم نحن نسميها الألم المطهرة نعم اللي بتخلي الإنسان يتنقى من شوائبه نعم وذكرت أنه لغاية نهاية القرن التاسع عشر كانت فكرة الألم ضرورية لبلوغ القديسة بس بجيوك وعمين المدام أنجل نعم بالوقت بالوقت الحاضر ذكرت أنه منه سبب أساسي لبلوغ القديسة هو طريق نعم بين طرق متعددة أنا بعيشها من خلال أستطيع أن أصل إلى القديسة نعم ذكرت مثلا أنا يمكن إذا كنت كتير منيح مع الناس عم بيخدم كتير منيح الناس تكون عم عيش الإنجيل وعم بوصار للقديسة ومش بحاجة أني اتقلم بوقت أنه الألم يرافق الإنسان ما بيقطع وقت بيجعني راسي بيجعني درسي تجعني معتة بيجعني شيء عضو من أعضاء جسمي إلى أي مدى أنا أتحمل هذا الألم وأجعله مشاركا مع أليم المسيح يصبح ألما مطهرا بس هذا بيمرق عند كل إنسان نعم الفرق الوحيد أنه أنا كيف أحمل هذا الصليب نعم بفرح مشاركة مع المسيح مع أليمك يسو نعم نطلع بالأديسة رفقة كمان لبنانية مارونية قدرت قدرت تصال للأديسة من خلال الألم بس منه السبب منه الحل الوحيد لبلوغ الأديسة نعم بوقت مثل ما ذكرت مثلا الأخ الأخ قصفين نعمي كمان من الأشخاص يلي يلي عيشوا خمسين سنة وينتقل من دار لدار يشتغل بالحقلة مثل حيالة إنسان تاني الفرق الوحيد كانت المسبحة عطول بإيده إذا كانوا موجودين الفلحين معه كان يشركهم كمان يلا عادوا تنصلي هلاني بفترة الراحة نصلي لنا المسبحة أو إذا كان يسمع كلمة نابية الله ما بيحب هالكلام نعم المهين أو خبرية مش لايقة الله ما بيحب يسمع هالشي نعم فكان بيبساطة المعهودة يغير غيره نحو الأحسن نعم وفعلا ميت بعمل الخمسين سنة وجعوا راسه طلب من أحد الرهبين يقوم يجب له كباية يرجع ملاقيه كان تقل لا تقلم ولا شي وبالتالي منه سبب بالنسبة لأله لبلوغ القداس بلغ وصرت باوي اليوم لأنه عرف كيف من خلال حياته يقول الله يراني ودايما كل عمل أنا أقوم به بوم فيه تحت نظر الله نعم وتحت نظر الله عليمه ما يجب أن أقوم به بدي يكون ربنا راضي علي نعم وقدرت أصال أني كون تباوي وإن شاء الله قريبا قديس من خلال حياة البساطة يلي أنا عاشتها فهالإنسان ما طلع كاهن يمكن ما كان على المستوى المطلوب للأداسة بس قدر كأخ يبلغ الأداسة من خلال هالبساطة منطلع ببونا يعقوب مثلا الحديد الكبوشي الغزيري منشوف حقيقة أعمال الرحمة اللي كان يقوم فيها ويبني مستشفيات بعضهم لغاية اليوم ودور عجزي بعضهم لغاية اليوم بقولوا لقيم في بونا يعقوب لوحده وما فيش فرنك بجابته دولة بإمه وأبوه ما بتقضي ما قدر تسوي نعم وعلى هالأساس نحنا منقول أنه كمان يمكن تقلم بأمور كتير بحياته بس عرف كيف يقدم هالألم لخلاص نفسه وخلاص الآخرين يعني اللي قيم فيه هو حقيقة كان مصدر خلاص مش لقله بس إنما لأشخاص كتار لما أنت بتريح شخص من ألم هو عم بعيشه لو حقيقة الآلم ضروري للأديسة لا بدي رايحك منه إزا أنت خلي إنسان يعيشت خلي نحكي إزا أنا إزا أنا بتنحسب عندي مشكلة لمرارة ولازم أعمل عملية إزا ما عملت العملية بموت لا بدي أعمل العملية طالما أنا الألم بوصلني للأديسة هايكي بموت أنا وبوصل على هذا مش معنى الألم المطلوب وأنا عم قدم ألمي مع ألم المسيح وأنا مستعد إتقام اللام ومستعد لا لو الألم ضروري للأديسة أنا أقبل كل ألم نعم كل مرض نعم ليش أنا بعمل حيدي السيارة وبتكسر ما بديش صلح حيلي أنا كسرت إيدي مع ليش أنا بدي أتألم مع المسيح لا عفوا عفوا هايدي غشماني هايدي قل التدبير يعني هلها القديس حتى الشاب الصغير كارلو كارلو هو يعني انتقل الأمجاد السماوية على فراش بالمستشفى أنه كان هو يعاني من اللوكينة وبرضو كان عم يتعالج يتعالج من اللوكينة ما قيل أنه أنا يأخذ العلاجات نعم وكان عساس أنه يريحوا من هذا الألم أو من هذا المرض عساس يشفى منه لكن لم يتمشي فاءه لكن هو تعالج مش أنه قدم هذا الألم وصار قديس بناء على هذا الألم بطبيعة الحيل لأ نبجد ربنا بخلال حتى الديسي رفقه بأول عهدة لما تألمت وجعتها عينها نعم وبطلت تأشع فيها وصرت كتير تجعها راحت عند الحكيم نعم راحت عند صح وبعدل ما يشفي لعينها أبع لعينها نعم فراحت تتعالج وبالتالي الألم هو ضد أساساً هو ضد الحياة المسيحية وهي لازم نعرفها نعم يعني إذا كان هذا الألم بيؤدي إلى موت نعم يعني أنه مثلاً هذا الألم إذا ما تعالج أنت عم تقتل حالك وعبارة عن انتحار فهذا غير مقبول عند الله أكيد غير مقبول كل الألم غير مقبول ربنا ما بريد أننا نتألم بس إذا وجد الألم أعرف أنا أقبله صح وبالتالي ربنا بيقلنا افرحوا بالرب دائماً وأقولوا افرحوا مربولوس بيقلنا نعم فالفرح هو ضروري بالنسبة لإلنا نعم أكتر والمحبة ضرورية بالنسبة لإلي المسيح لما كان حامل صليبه بين حاملوا بفرح ومحبة هالشقين نعم كتير ضروريين للخلاص مش الألم ضروري للخلاص برجع بقول لو أنا أليمي بتوصلني أني أتقدس أنا ما بعالش حالي عم يجعني راسي معلا نعم خالية من الهاي لأنه هلنا كلهم بدون يععملوا أدسي وهذه غلط كتير كبير حتى الكنيسة ترفض الإنسان يلي ما بيريد يعالش حاله نعم وهذا يعتبر جحيف بحق حاله وبالنهي نحنا مثل ما أنا واجب علي أني اهتم بأكلي اهتم بجسدي اهتم ب بتيابة بصحتي فكذلك الأمر إذا أنا تقلمت بأي ألم معين نعم إن كان جسدي ولا نفسي ولا ولا حيد السيارة ولا موت أحد من نعم لا كار بيش بقعد بتدحك وبقول معلاش إذا طلع على السماء لا المسيح بك على العذر صح كان عنديك سؤيل بس أنا لازم اختم بشغلة كتير ضرورية نعم كان عنديك سؤيل قابل ايه هلا هلا بات احنا قربنا للنهاية لكن بعد معنا عشر داية نعم أبونا كان سؤالي إنه في البداية انت قلت عن الشهادة نعم كانوا بالزمانات ينقتلوا أو إنه يستشهدوا في سبيل كلمة ربنا نعم لكن نحنا وهذا يجي السؤال بناء على اللي تفضلت فيه لما أنا برفض أي شي ضد مبادئ المسيحية نعم هاي عبارة عن شهادة لما مثلا إنسان قبل فترة بيخبرني شخص بيشتغل في شركة ترك الشغل فبحكي له بقول له ليه تركت الشغل بقول لي كان المدير بده يعني أساوم على موضوع فيه اختلاص نعم وهذا الاختلاص يعني حرام وبدهم يطلبوا مني شهادة إني أنا ما كان هذا المدير هيك بس أنا بعرف إنه هو مختلص فأنا رفضت الشهادة في المحكمة لأنه بقدرش أحلف بالباطل يعني أنا بصير شيطان أخرص فكان كتير إنسان هو ملتزم دينيا وحياتيا وبيصلي ومؤمن مع أنه حياته هو بسيط ومحتاج كتير لهذه الوظيفة لأنه أنت يعيش أولاده وهيك فيه ناس كانوا معاه يقول لهم تخلص اشهد وبعدين ربنا بيسامحك وتغفر لك لأنه الحاجة عندك المادية أكثر أقوى لكن هو رفض طبعا تم تسريحه من العمل وطرده وكل حقوق راحت عليه وكذا في هذا الموضوع وطلع منا المدير فيه حدا تاني شهد وقدر يعمل هاي الشهادة الباطلة وهو بقول لي خسرت كل شي وحتى يعني ناس كتير لمو يعني أنه هادي تيسن فبحكي بقول هذا الشغس صلى لما ذكرت وهذا عمل شهادة زي الأباء بالزمنات الغابرة اللي كانوا يضحوا بحياتهم يقتلوهم عشان أنه ما يتنازلوا عن شي مؤمنين فيه فنحنا كتير فيه أمثلة من هذا اللي منعيشه في حياتنا أنه وقات كتيرة منمشي عكس التيار وبتخبروا عنا أنه ماشيين عكس التيار مع أنه إحنا ماشيين صح لكن التيار عم يمشي غلطة هاي البيئة صارت كلها خط هو نحنا فيه هذا ممنوع من أنواع الشهادة مش شرط الشهادة أني أقطع أرقاب وسيح دم أحد الكتاب الفرنسيين بقول الإنسان بيولد طيب من الأساس نصف أصلي على قوله نعم إنما المجتمع هو يلي نعم بيخليه ينحرف نعم وهون يا هو بيكون على قدة وبيرجع يمشي على الطريق السويم القويم أو بينحرف نعم هون أنا إذا بديك كنهية لهالوضع لهالحديث المميز نعم برجع بقول معلها قبل ما أختم نعم إنه الألم منه ضروري وأنا لازم حيرب الألم نعم لهالسبب أنا لا بدي حيرب المسلا تميز العنصري أو الاتهاض لا بدي بدي حيرب أنا ما يكون في حروب ليش بدي أسعى للسلام إذا كانت هالحروب هي مصدر خلاص نعم فعلى هالأساس منعرف أنه الألم منه ضروري نعم بالنسبة لإلنا الجواب على الألم نطلع بآخر تعليم لأديسة البابا بأربعطاش تشرين الأول هالصيني نعم من جمعتين بيقوم أديسة البابا بيقول بيكون عم يتقلم حول عم يتأمل أو عم يعلم نعم حول الألم من خلال المزامير بيركز بها المزامير وبيقول أنه فيه كتير صرخة أمل الألم يجعل المؤمن يصرخ صرخة أمل لإليه وهوني بيقول أنه لما الواحد بيتقلم بيتقلم لزيته إذا أنا أصبعي عم يجعني مش رح تحسي فيه أنت أنا اللي عم بتقلم نعم ولما بكون عم ببكي أنا صيبة أنا وقع فيها سقطت أنا اللي عم بتقلم أنت ما رح تحسي بهالشي نعم الفرق الوحيد لما منشوف يسوع هو طالع على أورشاليم بكي على أورشاليم نعم ولما وصل على قبر لعازر بكي على قبر لعازر ودمعت عينه وبالتالي أنا لما تكون عم صلي تكون عم حس أنه يسوع وقف إلى جنبي لأنه أصعب شي وخاصة نحن اليوم عم نعيش هالكورونا يلي هالأشخاص اللي عيشين لوحدهم نعم قداش بدهم بحاجة لشخص يوسيهم أو يكون وقف حدهم بهالوباء الخبيث يلي حقيقة بيجرد الإنسان من إنسانيته عيش وحده بيحس حيله بالغيبة ومحطوط بغرفة يمكن في كل هالمواد خاصة إذا كان عم يختنق ومحطوط الأبرير رسبيراتور لتي يتنفس بطريقة جيدة بيحس حيله وحده ما فيش الواحد يفوت لعنده أو بدي يفوت الواحد لعنده كأنه حيس حيله بالفضل نعم بيكون لبس بقى إدا هالإنسان بهالوقت بيحس حيله وحيد ومنزوي فعلا الحل الوحيد هو لما يشرك أليمه مع المسيح بيش مع أليم المسيح يعني من خلال الصلاة أنا بحس يسوع حملني ومرفقني وهو عم يحمل الألم معي وعني وهيدا الأهمية وهون الخبرية الشهيرة اللي بتقول أنه لما كنت أمشي على شط البحر كنت دايما نحس لما بتطلع وراي في أربع خطوات بس لما يكون قاطع بالألم بتطلع وراي بلاقي بس في خطوتين وهوني بصرخ لرب وينك يا الله بقال لي ما تعطى لهم أنا حيام لك وهو دي إجريي مش إجريك ما أحلاها هو دي دعسيت مش دعسيتك وهيدا هو الألم الحقيقي مشاركي مع علم المسيح هو أني أنا أعطي زيتي لربنا تهوي يحمل عني الألم وساعدني أحمل هالألم ويكون مصدر خلاص لإليه بس بيبقى الألم ما أنه هو السبب الوحيد ولا الهدف الأول والأخير لبلغ الأديسي وذكرنا أكتر من مثل قدروا أشخاص يصوروا الدسين بدون ما يعبروا بالألم حالو كثير أقولنا يعني إحنا كثير نعمة كبيرة يعني هذا الكلام نسمعه منك وهذا الحديث فعلا يعني شي مؤثر جدا وهيك بريح القلب خاصة هالكلمات اللي نابعة هيك الحكمة وهالخبرة بحياتك والعام تعطينا إياها فإحنا شاكين كثير وجودك معنا هذا الصباح ودائما نحن حابين دائما على تواصل تكون خاصة من خلال الأراضي المقدسة فإن شاء الله نتمنى أنه نطلنا على تواصل أكيد ضروري وإنا هلأني عبر يعني من لبنين للأردن تأصل على الأراضي المؤدسة وحقيقة أنه يكون إلي وقفي مع نور سات للأردن هيدا كمان عزيلا إلي أنه حتى بالأردن قدر وصل كلمة ربنا وبطريقة شفافة وقريبة للقلب وخاصة معه أكيد الله يسهدك شكرا شكرا نحن طبعا نشكر أبونا أنتوان دواهي اللي هو الوكيل البطرياركي للبطرياركي في القدس رح يزاوي لعمله ورح يكون كمان قريب منا أنتوا قريبين منا بي لبنان لكن هلأ رح تكون أكتر قربا في الأراضي المقدسة وأكيد رح نشوفك في عمان أكتر أبونا إزاء الله فإحنا منتشرف فيك أبونا أنتوان ومنشكرك لهذا الحديث الشيق اللي هو من القلب إلى القلب لقلب كل المؤمنين فإحنا منحيكم كمان متابعين على صفحتنا رح يكون طبعا هذا البط موجود على الصفحة رح يبقى لأساس أنه تقدروا تسمعوا تحضروا مرة تانية وأنا بنصح الجميع أنه يسمعوا لأنه كتير بتردد دائما على مسامعنا هل الألم ضروري في حياتنا كمؤمنين وكمان اللي تم الاتصال كمان يسأل بهذا السؤال من حي كل اللي يعطونا وحكوا لنا صباحاتهم يولا حتى ريسعة صباحك وجمعة عساف ومرشربل شئرش عمان الكنيسة بتصبح عليك يا أبونا نعم لحد الأخير في السنة الليتورجية المارونية نعم أحد مبارك للجميع يا رب أمين يا رب وأيضا زكي حددين وجميع كل من تابعنا وسيتابعنا وحضرنا أيضا من دول عربية وأيضا من كل العالم فمن حييكم مرة أخرى ومن نتمنى لكم نهارا مباركا أحد مبارك للجميع خالي من الألم المزيد من الفرح والصحة والحب والسعادة نهاركم مبارك وسعيد وإلى اللقاء محب وخير نور سبتي ليل وميين